حقيقة قبل ما نبدأ فقراتنا خلينا نشوف تقرير عن الجونج وحتسألوني هي إيه الجونج؟ هي من أقدم الآلات العلاجية اللي بتستخدم بالتأمل العلاجي واليوجا من خلال ترددات صوتية بتستخدم لتخفيف الضغوط العصبية وبتحسن من الصحة النفسية الحقيقة الناس اللي بتروح تعمل مثلا سبا أو مساج أو غيره يمكن عرفة الصوت اللي بيكون موجود من الميوزيك أو الموسيقى الخاصة بهذه الأماكن بتكون موسيقى خفتة كده وفيها نوع معين من الأشياء الروحانية الجميلة خلينا نعرف أكتر عن فوائد الجونج واستخدامتها مع مدربة آلة الجونج نادية سراك في تقريرنا التالي ونرجع نستقبل أول ضيف في فقراتنا النهاردة طبعا الرسام التشكيلي الكبير والكاريكاتور جورج البهجوري حقيقة قبل ما نبدأ فقراتنا خلينا نشوف تقرير عن الجونج وحتسألوني هي إيه الجونج هي من أقدم الآلات العلاجية اللي بتستخدم بالتأمل العلاجي واليوجع من خلال ترددات صوتية بتستخدم لتخفيف الضغوط العصبية وبتحسن من الصحة النفسية الحقيقة الناس اللي بتروح تعمل مثلا سبا أو مساج أو غيره يمكن عرفة الصوت اللي بيكون موجود من الميوزيك أو الموسيقى الخاصة بهذه الأماكن بتكون موسيقى خفتة كده وفيها نوع معين من الأشياء الروحانية الجميلة خلينا نعرف أكتر عن فوائد الجونج واستخدامتها مع مدربة آلة الجونج نادية سراك في تقريرنا التالي ونرجع نستقبل أول ضيف في فقراتنا النهاردة طبعا الرسام التشكيلي الكبير والكاريكاتور جورج البهجوري الحياة بكل ما فيها بتضع الشخص تحت التأثير كبير من الهموم اللي بتخليه فريسة لضغوط الحياة علشان كده بنحتاج ان احنا نتعلم فن الاسترخاء ده الجونج أو العلاد بالموجات الصوتية للوصول لحالة التأمو الجونج آلة قديمة قوية يعني بقالها آلاف السنين بتستخدم في التبات هي آلة نحاسية وبيستغرق الناس من ست شهور لسنة ان هم يصنعوا واحدة ويتونوها هي بتحاكي أصوات الكواكب أو ترددات الكواكب يستخدم في اليوجا في بعض أنواع اليوجا زي الكونداليني يوجا لكن هو ما هواش يوجا في حد زيته هو يصنف أكتر في الحاجات اللي هي الاستشفائية معظم الحالات الباحثة عن العلاد بالاسترخاء الجسدي بتعاني من اضطرابات نفسية علشان كده بيتجر نتخلص من الأمراض اللي عندنا اللي سببها المشاعر بشكل أفضل بتتعدد وسائل العلاج النفسي بهدف التحكم في العقل والمشاعر للوصول لحالة أعلى من السلام الداخلي أيمن عماد العيلة